سابقة وصفت بالإيجابية حيث عمدت مفوضية الانتخابات في محافظة ديوانية إلى استخدام تقنيات كاميرات المراقبة في المراكز والمحطات الانتخابية تحسبا لمنع أي خروقات وضمانة لزيادة الشفافية في إداء وعمل المفوضية اليوم بصراحة وهو اليوم التصويت الخاص للداخلية أو القوات الأمنية بصورة عامة في مدينة الديوانية شاهدنا شيء يحسب إلى مفوضية الانتخابات ووضع الكاميرات الحرارية المتطورة في مداخل مراكز الاقتراع وهذا شيء بصراحة يحسب لمفوضية الانتخابات في سابقة تعتبر إيجابية من قبل المفوضية العليا المستقلة بإدخال كاميرات المراقبة وداخل مراكز الاختراع وداخل محطات الاختراع من أجل منع حدوث أي خروقات أمنية أو انتخابية نطالب كذلك المفوضية بتوسعة هذه التقنيات من أجل عملية آمنة سهلة سلسة يعني خالية من أي خروقات في التصويت الخاص وحتى العام في الديوانية مراقبون محليون أشاروا إلى أن مثل هذه التقنيات تسهم بتعزيز بناء العملية الديمقراطية مطالبين في ذات الوقت بزيادة إدخال التقنيات الحديثة وتفعيلها بشكل دائم لتسريع إعلان النتائج ومنح الجهات الرقابية المساحة الواسعة لتدقيق سير عملية الاقتراع إضوء الاستخدام التقنية الأول مرة تستخدم كانتخابات في العراق استخدام كاميرات في داخل محطات هذا أنه يعطي للمناقب المجتمع الدني وأيضا مناقب الكيان والأخوان زملاء الأمين نظرة واسعة وعملية شفافية عالية لوضوح آلية العمل وأيضا هذه سوف تكون في عملية الفرز بعد غلق الصناديق تكون أمام الجميع إدخال هذه التقنيات يؤشر تطور في آداء عمل المفوضية وبما يتوازى مع حساسية المهمة الملقاة على عاتقها فيما تكمن أهمية هذه التقنيات في تقليل الأخطاء المحتملة في العملية الانتخابية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد مينة ديوانية معتز العبودي زاكروس تيبي ترجمة نانسي قنقر